بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم لقد أصر فرعون على عناده وعدم إيمانه وأصر على التنكيل بقوم موسى ومع ذلك دأب نبي الله موسى عليه السلام على دعوة فرعون إلى الإيمان برب العالمين وإنه يطلب منه إطلاق بني إسرائيل من الأسر اللي كانوا فيه على يد فرعون وأعوانه لكن فرعون تجبر وتكبر وازداد عناد وكفر وتغيان وصدق الله العظيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وبالغ فرعون في اضطهاد بني إسرائيل قوم موسى وبالذات المؤمنين منهم فكان الله تعالى لفرعون بالمرصاد وأوحى الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام بإنه يخبر فرعون وقوم فرعون بأن الله تعالى سينزل أو سيوقع بهم العذاب الأليم جزاء على تجذيبهم لموسى عليه السلام وجزاء على امتناعهم على أو عن إطلاق صراح بني إسرائيل فربنا صلت عليهم أنواع من البلاء ابتلاهم سبحانه وتعالى بالقحت فعم القحت والجذب وأنقص الله تعالى المطر فقلل المطر نسبة المطر قلت فبالتالي ده قل عن الحقول بتاعتهم وعن جنيينهم وعن بستينهم فالنقص ده أدى أثر على إنتاج الثمرات يعني ابتلاهم بنقص من الثمرات فجفت زرعهم وهلكت مواشيهم كل ده كان بلاء من الله سبحانه وتعالى نقدر نقول كده أرصة ودن لعلهم يذكرون لعلهم يعني أنه طرقوا قلوبهم إلى الحق البين الواضح لكن الحقيقة فرعون تماد هو وقومه تمادوا في العناد وعدم الاستماع الواعي لما ينصح به موسى وبعدين لما تمادوا في العناد شوفوا يقولوا إيه سيدنا موسى هما خلاص هما مؤمنين أنه سيدنا موسى ده ساحر وكل ما يأتي به من الآيات سحر برغم أنهما لو دققوا النظر لو وجدوا أنه ما الصحر كانوا قدامهم وما صنعوا وما قام به موسى عليه السلام التقى من الصحر كله عاملينه فلو كان ما عليه موسى سحر لكن شارك الصحر فعلهم لكن الحقيقة ما عملش كده فيروحوا لسيدنا موسى ويقولوله كما قص علينا القرآن الكريم وقالوا وقالوا مهما تأتنا به من آية اللي تسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين يعني كل آية تقول أنه أنت عايز تسحرنا بيها فنترك فرعون نتبعك أنت قالوا فما نحن لك بمؤمنين فحل بهم عقاب آخر من الله سبحانه وتعالى بسبب العناد أرسل الله تعالى عليهم الطوفان قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان يعني كان بينزل المطر بشدة كأنه زي الطوفان العاتي أغرق المنازل وأتلف جميع الحقول والبساتين وأفسد الزروع ولا بقى فيه زرع ولا بقى فيه ثمر ولا شيء نزل المطر بشدة كأنه طوفان عاتي فلما اشتد عليهم البلاء رحوا اشتكل سيدنا موسى عليه السلام وقالوا له كما قص علينا القرآن الكريم ولما وقى عليهم الرجز الرجز اللي هو العذاب ولما وقى عليهم الرجز وقالوا قالوا يا موسى قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل يعني راحوا يتوسلوا بقى لسيدنا موسى انك تدعي ربنا انه يرفع عننا الرجز اللي هو العذاب لو ترفع المطر بقى الطوفان الغرق اللي هم فيه ده احنا حنؤمن بما جئت به او بما ارسلت به ونرسل ونطلق صراح بني اسرائيل فدع سيدنا موسى ربه فكشف ربنا سبحانه وتعالى رفع البلاء والعذاب ده واستقر نزول واستقرت السماء بدل الامطار العنيفة العتية اللي زي الطوفان استقر الجو وحل الرخاء بزيارهم ورجعت الحياة تاني هادئة مطمئنة مستقرة وبدأت الارض تنبت الزروع والسمار والحقول والحقول بقت فيها الوان كثيرة من الفواكه والخضروات وسائر السمار لكن ماذا فعل قوم فرعون هذا ما نتعرف عليه بعد هذا الفاصل ان شاء الله تعالى اهلا وسهلا بحضرتكم بعد ما اجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه موسى عليه السلام بانه يرفع الرجز او العذاب عن فرعون وقوم فرعون الا ان قوم فرعون عادوا او لكن قوم فرعون عادوا ولم يلتزموا بما قالوه لموسى عليه السلام يعني ملتزموش فانهم اطلقوا صراح بني اسرائيل لم يطلقوا صراح بني اسرائيل ولم يؤمنوا بما ارسل به موسى عليه السلام يعني حتى كما وصفهم القرآن الكريم في قول تعالى فلما كشفنا عنهم الرجزة إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون يخلفوا ينكثون يعني يخلفوا في الوعد بتاح لما رحوا الموسى وقالوا له بس لئين كشفت عنا الرجزة لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل واستعملوا لم للتأكيد على هذا الأمر لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلم يؤمنوا ولم يطلقوا صراح بني إسرائيل فحل بيهم عقاب تاني من عند الله سبحانه وتعالى ربنا صلت عليهم الجراد الجراد بقى جيه أكل كل الزروع والثمار ورجعوا مرة تانية طبعا إلى موسى مصيبة كبيرة حصلت لهم ورجعوا لسيدنا موسى ووعدوه بما وعدوه من قبل لو كشفت عننا أو لئين كشفت عننا الرجزة لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل وطلبوا منه بس انت دعيه إنه ربك بإنه يكشف الجراد عننا فدع سيدنا موسى ربه فأنقذهم من الجراد لكنهم رجعوا تاني وناكسوا العهد بتاعه فصلت عليهم ربنا القمل القمل بقى اللي كانت الحشرات الدقيقة الصغيرة دي اللي كانت بتدخل ما بين اللبس اللي لابسينه وما بين جلدهم وتدخل بأعداد كبيرة جدا مهولة أذاهم جدا تخيل واحد جاي يلبس حاجة كده وحشرات مالية ما بين الجلد وما بين الملابس وفي الفرش بتاعتهم وفي كل مكان يعني طلهم أدى شديد جدا وكان برضو دي آية من الآيات وسيدنا موسى نبههم في الأول أنه ربنا حيرسل آيات حتى يفيقوا ويذكروا ويروحوا تاني سيدنا موسى عليه السلام إنه يدعي ربنا يكشف عنهم العذاب فدعى سيدنا موسى فلما استجاب الله دعوة نبيه موسى وكشف عنهم الرجز كشف عنهم العذاب وهو عذاب القمل برضو لم يوفوا بعهدهم ولم يؤمنوا كما وعدوا ولم يرسلوا بني إسرائيل يفكهم من الأسر اللي هم كانوا فيه عندنا هنا في مصر فابتلاهم الله تعالى بالضفاضع صلت عليهم برضو كميات شديدة وكبيرة جدا من الضفاضع دخلت بيوتهم وتسللت إلى الفرش بتاعتهم السراير وماكن الأعدى اللي كانوا بيعودوا فيها وكانوا هم قاعدين كده في البيت تسقط عليهم وهما قاعدين يأكلوا تسقط في الأواني بتاعة الأكل وتقع في الأكل وهما بيطبخوه فكلما يعني واحد منهم حاب يكشف عن غطاء حتى مغطي يلاقي فيه الضفاضع قاعدة فيه الإناء بتاع الأكل أو بتاع الشرب أو جاي مثلا ياخد حاجة يلبسها يلاقي الضفاضع قاعدة في الأماكن خزانة الملابس حتى إنه الضفاضع دي جعلت الأماكن وكأنها يعني ضاقت عليهم أرضهم بالضفاضع آية من آيات الله ونكدت عليهم نكد شديد جدا نكد مرير لعارفين يأكلوا ولا يشربوا ولا يناموا صوت طبعا الضفاضع مع كسرتها شيء يعني مؤرق ما يخليش إن الإنسان ينام كويس ولا إنه يعرف يأكل كويس ولا يرتاح في مكان كل الأماكن مليانة بالضفاضع فرجعوا تاني راحوا راحوا طبعا نشتاكل فرعون ما عرفش يعمل لهم حاجة فلجأوا تاني إلى لجأوا إلى سيدنا موسى مرة أخرى وطلبوا منه إنه يدعوا ربه بأن يكشف عنهم العذاب ولئن كشفت عنا العذاب لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل رجعوا تاني يوعدوا وقالوا له حنتوبوا ونرجع عن اللي احنا عملناه فاخد منهم العهود والمواثيق ثم دعا موسى ربه فرجعت الضفاضع إلى أماكنها وخلت ساعتها مصر من الضفاضع رجعت من حيث أتت يعني ومع ذلك رجعوا تاني نقضوا العهد ولم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل وجحدوا بكل آيات الله تعالى البينات اللي ربنا صلتها عليهم عشان يفوقوا عشان يرجعوا له وكانت الآيات الحقيقة كل آية بتيجي بتكون أصعب من اللي قبلها يعني كل آية بتيجي بتكون بتزداد صعوبة وشدة وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب ربنا بيقول لعلهم يرجعون يعني الآية اللي امتحان لابتلاء بيفيد له في الابتلاء عموما له فوائد كثيرة بيخلي الإنسان يقف وقف مع نفسه ويراجح حساباته وشوفه ومشي صح ولا مشي غلط الابتلاء بيخلي تطهير للإنسان من الزنوب تعريف للإنسان بقدر النعم تنبيه للإنسان من الأخطاء وإن هناك رب جبار جل جلال الله وأنه جبار غفور الرحيم جل جلال الله الابتلاءات لها معاني كثيرة تطهير نفس الإنسان التعريف بقدر النعم التنبيه من الغفلة تطهير الإنسان من الزنوب فلو الإنسان ربنا بيجري عليه آيات وهو مصر على عدم الإفاقة أنه يفوق لنفسه وأنه يصحح مصاره وأنه يستعين بالله ويستقيم وإذا لم يسلك طريق الرشد وطريق الراشدين دي بقى الآيات إيه؟ الآيات هو غافل عنه فربنا بيورينا النمازج دي من البشر وأخيرا ربنا سبحانه وتعالى صلت عليهم أشد الآيات وأقصاه يعني آية صعبة جدا يعني بعد ما كان بقى التفن وبعدين الجراد وبعدين القمل وبعدين الضفاضع جاءت آية الدم صارت المياه كلها دماء بلون الدم الأحمر يعني كأنها دماء بلون الدم الأحمر القاني وكانت فيها ريحة الدم فاشتد العطش بفرعون وقوم فرعون حتى أنهم اضطروا في الوقت ده أنهم يمضغوا أوراق الشجر مش قادرين يشربوا المياه ويستعملوها مش عارفين يشربوه وكانوا إذا شربوها من شدة العطش وجدوا فيها طعم الدم وكان ده من أشد ألوان العذاب من أشد ألوان الرجز إلى ربنا نزلوا عليهم على فرعون وقومه قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم آية شوف ربنا بيأك آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين مش انتبهوا للآيات وجعلوا هذه الآيات تبقى سبب لأنهم يلتفتوا إلى الحق الذي أرسل به موسى عليه السلام ويرتدعوا لا زادتهم استكبار وعناد ليه لأنهم أفلين أفلين مش لا بيسمعوا ولا بيشوفوا ولا عايزين يسمعوا ولا عايزين يشوفوا ولا عايزين يعتبروا وظل سيدنا موسى على الحال ده يدعو فرعون وقومه حوالي تلاتين عام تلاتين عام من بعد يوم الزينة من بعد المبرزة الكبيرة دي اللي كانت موجودة ما بين سحرة فرعون وما بين اللي آمنوا وبعد كده وما بين سيدنا موسى عليه السلام وشاهد فرعون كل الآيات دي إنه يؤمن إنه يردخ إنه يفكر إنه يتدبر أبدا لم يؤمن بها ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة طه وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ أَيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَهُ وَأَبَهُ هو نوعيته كده في البشر نوع من البشر الكبر والعناد وظلام النفس مسيطر عليه والحق إنه بماذا ستجدي الآيات مع قلوب مظلمة ونفوس متجبرة وعقول مغلقة موصدة مش عايز يفتح عقل يفكر عقول أفلى إنها تفهم لا تريد أن ترى أو تفهم الآيات وصدق الله تعالى القائل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آدان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم